تاريخ التعليم في دولة الكويت وقادلة الشهادات وما بعد التخرج من المعهد الديني دعونا نرى هذه المقابلة كانت المراحل عبارة عن ثلاث مراحل في بداية التعليم الديني مرحلة ابتدائية ومرحلة وسطة ومرحلة تنوية لكن لقلة الإقبال على المرحلة ابتدائية تم اغلافها مع بداية السبعينية طبعاً مثل ما ذكرنا أن المعاهد الدينية هناك سبع معاهد دينية في الكويت منها للبنات ومنها للبنين كان هناك معهد ديني للبنات ومع بداية 85-86 أقلق المعهد الديني في ححيل للبنات وتم انتقال إلى المبنى الحالي في قرطبة ثم توسع التعليم الديني فبدأ حقيقة في مبنى في صليبخات ومبنى في فحيل للبنين ومبنى طبعاً اللي في فحيل ينقسم إلى مرحلتين مرحلة متوسطة ومرحلة ثانوية للبنين ومرحلة المتوسط في صليبخات للبنين ومرحلة المتوسطة والثانوية بنين في قرطبة ومرحلة متوسطة وثانوية للبنات في قرطبة ثم مؤخراً تم افتاح معهد ديني جديد في منطقة جابر الأحمد للمرحلتين المتوسطة والثانوية طبعاً كانت هناك من البداية كان أصلاً هذه المعاهد كلها تحت إدارة التعليم الديني هذه الإدارة المركزية اللي تشرف على المعاهد الدينية في دولة الكويت وقد يعني يتعاقب على إدارة هذه الإدارة حقيقة بدراء أفاضل طبعاً هذه الإدارة هي اللي تشرف على المعاهد الدينية في دولة الكويت هذه الإدارة سميت بإدارة التعليم الديني فيها مراقبتين وأربع أقسام في داخل في الهيكل التنظيمي للإدارة وقد تعاقب على هذه الإدارة الأستاذ محمد شمس ثم بعد ذلك الأستاذ دكتور نجيب الرفاعي وبعد دكتور نجيب الأستاذ محمد عبد الحميد الصقر وبعده استلم الإدارة أستاذ عبد الله المهنة وبعد ذلك أستاذ عبد الحمود بن ثاني ثم أستاذ دخيل لأنزي وبعد ذلك الآن أنا أستكمل إن شاء الله مسيرة أخواني وزملائي اللي حقيقة سبقوني في هذا الميدان وكل حقيقة لكل منهم كان حريص على تطوير هذه المنظومة التعليمية حقيقة التعليم الديني في الكويت هو له خصوصية من ناحية تدريس المواد الشرعية فإحنا اليوم عندنا في التعليم الديني في المعاهد الدينية الطلاب يدرسون جميع الفروع التربية الإسلامية نسميها العلوم الشرعية من القرآن والتفسير والحديث والفقه والتوحيد والسيرة النبوية كذلك يعني الطالب في المرحلة الثانوية حقيقة يكون عنده فروع اللغة العربية في النحو والصرف والبلاغة والمحفوظات والنصوص والتعبير والقراءة وهذا هو حقيقة يعني ما يميز التعليم الديني في دولة الكويت بالإضافة إلى طبعا المواد الأخرى اللي يعني يأخذها الطالب في التعليم العام كمواد الرياضيات والعلوم والاجتماعيات واللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية كذلك يعني هناك بعض المواد الأخرى مثل الديكور والتربية الفنية والاقصاد المنزلي يأخذونها الطلاب حقيقة يعني المواد اللي أخذها الطالب في التعليم العام يأخذها الطالب في التعليم الديني هذا كل حقيقة هو يشكل حقيقة يعني في النهاية شهادة المعهد الديني ليأخذها الطالب وهي التي تعاد الحقيقة القسم الأدبي في التعليم العام إذن المشاهدين الكرام وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم نراكم بإذن الله في الحلقات المقبلة إلى حين ذلك الوقت دمتم في أمان الله